بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحيا لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث الابتدائي كما اعتدنا هنا قوانين نستعرضها بداية كل حصة دراسية ماذا كانت هذه القوانين طلابي هيا ماذا كانت هذه القوانين هيا نستعرضها مرارا وتكرارا بداية كل حصة دراسية ماذا كانت هيا الجميع ماذا كانت هذه القوانين أحسنتم أبحث عن مكان هادئ ماذا أيضا أجهز جهاز الحاسب الآلي أو اللابتب أو الجوال أحسنتم استعدادا لمشاهدة الدرس ماذا أجلس أو كيف أجلس بارك الله فيكم أجلس جلسة صحيحة هل يصح أن أستلقي أو أن أنام لا لا يصح ذلك إذن ماذا أيضا أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى تأذن لمعلمتي بمغادرة الصف وتقول لقد انتهينا من الدرس أما رسالتي إلى أولياء الأمور فأطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع الدرس بحول الله وقوتي سيكون ترتيب الحقيبة المدرسية الهدف العام هو أن يرتب الطالب أو الطالبة الحقيبة المدرسية الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أن يعدد الطالب أو الطالبة محتويات الحقيبة المدرسية أن يعدد الطالب أو الطالبة مسميات المواد الدراسية أن يذكر الطالب أو الطالبة شروط الحقيبة المدرسية طلابي قبل البدء في الدرس سنستعرض مع بعضنا البعض مجموعة من مقتنيات أو محتويات الشنطة الدراسية الشنطة الدراسية تحتوي على ماذا؟ الكتب الدراسية وتحتوي على حقيبة صغيرة أو مقلمة تحتوي على ماذا؟ أدوات دراسية تحتوي على غراء مقص أوراق للملاحظات وأقلام وماذا أيضا؟ براية لأقلام الرصاص وماذا أيضا؟ ممحات ممحات أو مساحة أيضا تحتوي على مجموعة من الكتب فهذا ماذا؟ كتاب المهارات الحياتية والأسرية وهو نفس المادة التي نتناولها اليوم طلابي وطالباتي أيضا هنا كتاب آخر لماذا؟ مادة التربية الفنية وهنا مادة العلوم إذن هذه التي تشاهدونها على الشاشة هي ماذا؟ محتويات الحقيبة المدرسية نعود على الشاشة ونشاهد نشاهد هنا طلابي وطالباتي عدة صور على ماذا تحتوي الشنطة أو الحقيبة تحتوي على أقلام، ممحات، براية، كتب وماذا أيضا؟ وألوان الحقيبة المدرسية لها شروط أو اشتراطات حتى ماذا نحافظ على سلامتنا أو على سلامة العامود الفقري أو على سلامة ماذا؟ الظهر أول هذه الشروط بأن يكون حجم الشنطة أو حجم الحقيبة مناسب لطولي ولوزني وأن لا يزيد عن عشرة بالمئة من وزني إذن الصورة الأولى تعتبر صورة خاطئة أو تصرف خاطئ لأن الحقيبة جدا كبيرة وثقيلة على ظهر الطالبة في الصورة التي بجانبها نشاهد تصرف صحيح للطالبة فالحقيبة حجمها متناسب مع طول ووزن الطالبة وليس حجما كبيرا أو مبالغا فيه في الصورة الأخيرة هنا نشاهد صديقتنا تضع حبال أو حزام الكتف على كلا الكتفين حتى ماذا؟ حتى تسمح بتوزيع ثقل الشنطة على كلا الكتفين ولا تضع فقط حزام الشنطة على كتف واحد حتى ماذا لا يجعلها مائلة أو جميع الثقل أو الوزن على جزء واحد من الجسد بل أكو أضع كلا حزامي الحقيبة على كلا الكتفين كما تقوم به صديقتنا هنا على الشاشة كما تقوم صديقتنا هنا على الشاشة بتوزيع الثقل على كلا الكتفين أيضا من ضمن ماذا؟ قوانين أو شروط حمل الحقيبة هناك طرق صحيحة وطرق غير صحيحة لحمل الحقيبة لنشاهد المعلمة تؤشر بالمؤشر الأحمر على الشاشة هذا التصرف الذي تقوم به الطالبة تصرف خاطئ لماذا؟ لأنها عندما رغبت في حمل حقيبتها قامت بثني الظهر وهذا التصرف طلابي وطالباتي تصرف خاطئ لأن هنا يوجد حمل وضغط على عضلات أو على فقرات الظهر لكن صديقتنا هنا قامت بتصرف ماذا؟ بتصرف صحيح حيث أنها أخذت أو قامت بحمل حقيبتها بثني ماذا؟ الركبة بثني الركبة وليس بثني الظهر كما تفعل هذه الطالبة فهذا تصرف ماذا؟ خاطئ أيضا توزيع الوزن في الشنطة وفي الحقيبة ولابد أن تحتوي الشنطة على جيوب في اليمين وفي اليسار وفي المقدمة لكي يتم توزيع الثقل في الشنطة في جميع الاتجاهات وليس في مكان واحد حتى يحصل التوازن أثناء حمل هذه الحقيبة هنا نشاهد على الشاشة مجموعة مواد دراسية مثل الرياضيات، العلوم، الدراسات الإسلامية ماذا أيضا؟ هيا أذكروا المواد الدراسية التي تتناولونها في المدرسة هيا أعطوني مواد تتناولونها أو تأخذونها في المدرسة رياضيات، مهارات حياتية، لغتي أو مادة القراءة والكتابة ماذا أيضا؟ هيا هناك العديد من المواد المهارات الرقمية، أحسنتم ماذا أيضا؟ وماذا؟ المواد الإسلامية مثل التوحيد والحديث والفقه حسنا طلابي وطالباتي لدينا الآن نشاط رقم ثلاثة أرجو من الجميع فتح وحدة المهارات الحياتية والأسرية درس ترتيب الحقيبة المدرسية نشاط رقم ثلاثة يقول صل بين اسم الكتاب والصورة التي تمثله لدينا كتاب الرياضيات ولغتي والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجهة المقابلة توجد لدينا ثلاثة صور توضيحية صورة حروف هجائية وأرقام والحرام الشريف هيا أيهم هي الصورة الدالة على مادة الرياضيات؟ هيا أيهم هي الصورة الدالة على مادة الرياضيات هي الأرقام أحسنتم ما هي الصورة الدالة على مادة لغتي هي الحروف بارك الله فيكم أيهم هي الصورة الدالة على القرآن والدراسات الإسلامية هي ماذا الحرم الشريف أو مكة نشاط رقم أربعة يقول صل بين اسم كل مادة بالصورة الدالة عليها لتساعد ياسر على اختيار كتبه ووضعها في الحقيبة المدرسية يوجد لدينا القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يوجد لدينا لغتي يوجد لدينا الرياضيات إذن السؤال مرة أخرى ماذا يقول صل بين اسم كل مادة بالصورة الدالة عليها لتساعد ياسر على اختيار كتبه ووضعها في الحقيبة المدرسية ذكرنا بأن ماذا مادة الرياضيات لها علاقة بالأرقام حسناً ولغتي لها علاقة بالحروف والقرآن الكريم له علاقة بماذا؟ بالحرم الشريف ونشاهد هنا الكعبة حسناً طلابي وطالباتي حتى يتم تعميم هذه المهارة يجب على أولياء الأمور تدريب الطالب والطالبة على كيفية ترتيب الحقيبة المدرسية ووضع فقط المواد التي سيتناولها في الغد حتى يكون حجم أو ثقل الحقيبة ماذا غير ثقيل ويهلك أو يؤذي الظهر فيما يخص التوصيات فهي أربع توصيات الحرص على المراجعة الدورية وحل الواجبات والتركيز على رفع مستوى الدافعية والمتابعة ونقل الخبرات إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء